في وقت ازدادت فيه النفايات البلاستيكية في الشوارع حرست شابة أردنية أن تحول تلك النفايات لأعمال فنية لتقلل من انتشارها ماريا نيسان فنانة مدافعة عن البيئة درست الفن في جورجيا وإيطاليا بدأت حملة للدفاع عن الطبيعة وابتكار أعمال فنية باستخدام القمامة البلاستيكية تجمع ماريا وخطيبها القمامة البلاستيكية من الشوارع أو الطبيعة ثم يقومان بتنظيفها وتشفيفها وتخزينها لتحول المواد التي كانت مهملة في السابق إلى قطع فنية مفعمة بالألوان وتعرضها في الصلاة والمعارض الفنية كما تعرض نيسان أعمالها في الأماكن العامة للفت انتباه الناس لهذه المشكلة من المتوقع أن يتضاعف إنتاج البلاستيك المشتق من النفط والغاز في غضونه عشرين عاما وتتسبب النفايات البلاستيكية في اختناق مدافن المخلفات كما تؤثر على المحيطات وتهدد الحياة البرية وعادة ما تتم إعادة تدوير أقل من عشر بالمئة من إجمالي المواد البلاستيكية التي تم صنعها على الإطلاق